اشتركوا في القناة وزير الكهرباء الحالي يقول ان وزارة تنفق 15 مليار دولار سنويا لانتاج الطاقة سنويا انتجون ينفقون 15 مليار دولار لانتاج الطاقة الكهربائية بمعنى انه ينفقون اكثر من مليار وربع ربما شهريا على انتاج الطاقة وانتاج الكهرباء والكهرباء غالبة وطبعا يتحدث ايضا قبل ايام كان يتحدث يقول ان مشكلة الكهرباء لا يمكن علاجها خلال اشهر قليلة فهي مشكلة التراكمات لسنوات طبعا هذي التراكمات انه لجنب البرلمانية من البرلمان الحالي شكلت لموضوع الكهرباء دراسة موضوع الكهرباء بعد تظاهرات عارمة في مدينة امودة الكثيرة عراقية مع مجيء الصيف وحتى في الشتاء الكهرباء تبدو غائبة في اغلب الوقت فالتظاهرات تخرج والتظاهرات الكهرباء خرجت منذ عام 2010 وحتى الان تخرج منذ بدايتها في البصرة وغيرها وبدأت تخرج التظاهرات مطالبة بالكهرباء عموما هذه اللجنة توصلت الى انه العراق صرف 81 مليار دولار خلال 15 سنة الماضية يحدد هالسنوات هذه من عام 2005 الى عام 2017 يعني عام 2020 وهذا الـ 21 غير محسوبة فتضيف لها ربما مثل ما يقول وزير الكهرباء نحن نصرف 15 مليار دولار وضيف لها بحدد 30 مليار دولار على هذه القضية والكهرباء ما زالت غايبة اذا المبلغ المصروف على الكهرباء لحد الان ربما تجاوز بالتأكيد وليس ربما تجاوز المئة مليار دولار يعني تخصيصات للكهرباء كلها فساد وخراب ودمار والكهرباء لتتوفر لجنة الطاقة النيابية ايضا في البرلمان الحالي قبل ايام اصدر التقرير قالت ان واقع الكهرباء سيكون مشابهة للصيف الماضي والوزارة لتستطيع تلبية اربع ساعات تشغيل مقابل اثنين قطع في افضل في افضل الاحوال يعني بشرت اهل العراق بانه شعب العراق بانه ترى الكهرباء يعني اذا جدتك اربع ساعات مستمرة هذه يعني يحمد ربك عليه يعني فتشي كبير هذا لانه لا يمكن هذا في اقصى الحالات اذا الكهرباء سيئة الوضع سيء الخدمات سيئة ويتحدثون عن ديمقراطية وحرية وازدهار وتطور وعراق جديد هذا واقع الكهرباء اللي هو واحدة من الخدمات اللي يعني شعوب الدنيا ودول الدنيا كلها تجاوزتها من الزمان هذه من الخدمات المتوفرة الطبيعية الموجودة للمواطن نحن ما زال في بلد الثروات هذه الهائلة ما زال الشعب يتظاهر مطالبا بالكهرباء في مجاه الافريق الان موفرة الكهرباء في قرى بعيدة في كل دول الدنيا المحيطة بنا قرى بعيدة توفر لهم الكهرباء بطاقات مستمرة وفي العراق لا توجد وهذه الصرفيات كلها طبعا وفد شكل برئاسة وزير الكهرباء راح ليران حتى يتباحثوا ايران على مودة الغاز يعني يزودون العراق بالغاز لاحظوا اللعب الذي صار وزارة الكهرباء من البداية تعاقدت لانشاء محطات لتوديد الكهرباء تعمل بالغاز وهي تعرف والحكومات التي عملت في ظلها كل القوى تعرف انه في العراق لا يوجد غاز كميات الغاز اللي موجود في العراق لا تكفي لتشغيل هذه المحطات اذا من البداية يعرفون انهم سيستوردون الغاز من الخارج ويستوردونه من ايران تحديدا فالمحطات انشئت لصالح ايران اساسا ويقولون ان ايران جهزنا ب20 مليون قدم مكعب قياسي من الغاز ونحن نحتاج الى 70 مليون قدم مكعب قياسي يوميا اذا الفرق 50 مليون قدم مكعب قياسي من الغاز يحتاج العراق هذا كله نقص المحطات هذه اللي تعمل غالبية المحطات تعمل بالغاز بدأوا يحوروها الى البعض من عدهي يعطوها الى يعني يعني شغلوها بزيوت اخرى او بزيوت نفطية لا اعرف ماذا فكفاءتها قلت عطلاتها زادت هذا كل واقع الحال هذا التخطيط اللي علي العراق من طعسة لحد الان الوزير الكهرباء طبعا تحدث بكلمة مضحكة مكيا لادري يقول انه ملف الكهرباء صار حاكما وحيويا هو متى ما كان حاكما وحيويا ما اي شعوب الدنيا تحتاج الى الطاقة تحتاج الى الكهرباء تحتاج الى وخاصة في العراق شتاء بارد وصيف حار جدا جدا درجات الحرارة تصل الى ربما 60 درجة مئوية وبلا كهرباء بلا مصدر لأي نسمة هواء ربما تكون باردة كيف يمكن ان يعيش الانسان مستشفيات ما وهذا طبعا كله ونحن ليس لدينا لا معامل ولا مصانع تعمل ولا خطوط للانتاج نحن بلد مستوري سنتحدث عن ذلك في حلقة قادمة ان شاء الله عن الصناعة والمعامل فهذا كله اذا ما شغلت المعامل اذا ما شغلت المصانع مثل ما يتحدثون ويكذبون فكيف الحال سيكون هذا فقط تجهيز للبيوت وهم بهذا الشكل بهذا المستوى الخرب فبالتالي العراق الحقيقة يعني من كارثة الى كارثة بسبب فساده بسبب خرابه بسبب هذه العملية السياسية التي جاءت بكل هؤلاء الفاسدين وكل هؤلاء الذين يدعون انهم جاءوا لينقاذ العراق والعراقيين من الظلم والخيبة والأذى وانه سيزدهر العراق بوجودهم واذا بالعراق يتراجع ويصل الى قاعر الهاوية بوجودهم حقيقة مجتمعيا وامنيا واقتصاديا وسياسيا وعلميا وتربويا وكل المستويات مع الأسف الشديد هؤلاء صراطان ينقر في الجسد العراقي ووضع الكهرباء لا يختلف عن وضع كل الخدمات اللي موجودة في العراق ولا يختلف عن وضع كل مفاصل الحياة التي يعني يحتاجها المواطن لإدامة رحلته في هذا البلد العزيز الكبير مع الأسف الذي أذلوه بهذه الطريقة ورهنوا إرادته ورهنوا كل ممتلكاته للعملاء والأجنبي ولنزواتهم ولفساتهم أترككم بخير وألتقكم في حلقة أخرى إن شاء الله إلى ذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة